موسيقى هذه حطة يومية لآخر مسجدات انتشار فيروس كورونا حول العالم أهلا بكم موسيقى الاحصاء العالمية لانتشار الوباء شرت حتى ظهر اليوم الى ان عدد المصابين في العالم بلغ ما يربع عن مئة واربعة ملايين واربعة عشر الف في حين ان عدد الوفيات بسبب الفيروس قد ارتفع الى قرابة مليونين ومئتين وتسعة وخمسين الف وثلاثين وتسعة وتسعين من اجمالي الاصابة تم حالة الشفاء فقد بلغت ما يزيد عن ستة وسبعين مليون حالة شفاء كحاصيلة عامة كما تشير الخريطة التي نبدأها من الولايات المتحدة الامريكية والتي سجلت اصابة نحو مئتين وخمسة وستين مليون اصابة في حين بلغ عدد الوفيات اربعة او اربعة واربعين الف وسبع الاف ومئتين وستة واربعين حالة وفاء الهند سجلت اصابة نحو مئة وسبعة ملايين وسبعمية واثنين وسبعين الف وربعة وثمانين اصابة في حين بلغ عدد الوفيات نحو مئة واربع وخمسين الف وخمسمية وستة وتسعين حالة وفاء البرازيل اعلنت عن تسجيل تسعة مليون ومئتين وثلاثة وثلاثة وثمانين الف واربعمية وثمانتاشر اصابة ووفاة اكثر من مئتين وستة وعشرين الف وثلاثمية وتسعة حالة وفاء بالنسبة للصين الصين سجلت اصابة نحو تسعة وثمانين الف وستمية وثمانين 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 وثم وفي 26354 حالة وفاة ديولجوار ليبيا نبدأها من مصر التي سجلت إصابة نحو 167525 إصابة في مرتفع عدد الوفيات إلى 9460 حالة وفاة بالنسبة لتونس سجلت إصابة نحو 2112679 إصابة مؤكدة حالة الوفاة بلغت في تونس 6980 حالة وفاة بينما ارتفع عدد الوفيات في الجزائر إلى 2894 حالة وفاة بالنسبة للإصابات بلغت في الجزائر 107578 حالة إصابة بالنسبة للمغرب شهدت تسجيل حوالي 4747 إصابة في حين بلغ عدد الوفيات 8323 شخص باقي الدول العربية نتحول إلى المملكة العربية السعودية التي سجلت إصابة نحو 368945 إصابة حالة الوفاة بلغت 6386 حالة وفاة بالنسبة للعراق فقد سجلت نحو إصابة 623072 إصابة مؤكدة في حين بلغ عدد الوفيات 13079 حالة وفاة الإمارات العربية المتحدة سجلت 313626 إصابة فيما توفي 878 شخص بالنسبة للقرة الأوروبية نبدأ من إيطاليا التي سجلت إصابة نحو 2.538790 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات فيها 89820 حالة وفاة بالنسبة لإسبانيا بلغ عدد المصابين فيها نحو 2.883.465 إصابة حالات الوفاة بلغت فيها 6370 حالة وفاة فيما بلغ عدد الإصابات في ألمانيا نحو 2.243.995 إصابة مؤكدة حالات الوفاة بلغت 59.327 حالة وفاة بالنسبة للفرنسا سجلت إصابة نحو 3.251.160 إصابة مؤكدة في حين بلغ عدد الوفيات فيها نحو 77.595 حالة وفاة بريطانيا بلغ عدد المصابين فيها نحو 3.871.825 إصابة حالات الوفاة بلغت حوالي 109.335 حالة وفاة هذا بالنسبة للوضع الوبائي في عدد من بلدان العالم ننتقل إلى الوضع الوبائي في ليبيا حيث سجل تحديث اليومي للمركز الوطني لمكافعة الأمراض 770 عين موجبة بينما سجل 3.479 عين سالبة من مجموع العينات الموزعة على المختبرات في المعامل الليبية نتابع التفاصيل من جملة 4.263 عينة استلمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض من 15 مختبرا موزعين في عدد من المدن والمناطق وبعد فحص العينات أظهرت النتائج وجود 3.493 عينة سالبة و770 موجبة منها 606 جديدة و164 مخالطة مدينة ترابلس سجلت أعلى نسبة في أعداد الإصابة حسب التحديث اليومي ب388 إصابة منها 303 إصابات جديدة تليها جنزور بتسجيلها 43 حالة جديدة أما حالات الشفاء حسب المركز فقد كانت مرتفعة بواقع 1100 حالة في ترابلس وحدها 910 حالات ليرتفع إجمالي المتعافين منذ بطء الجائحة إلى 122448 حالة حالة فيما سجلت خمس حالات وفاة واحدة في كل من الحربة وسبعة وقصر بنغشير والزاوية المركز وزليت ليرتفع أعداد الوفيات إلى 1919 حالة من جملة 122013 إصابة بينها 17646 حالة نشطة تتواصل في مدن ليبية عدة دورات تدريبية على طرق التعامل مع التلاميذ من أجل الوقاية من تفشي جائحة كورونا والاستعداد للعام الدراسي الجديد دورة تدريبية تشرف عليها إدارة الخدمات الصحية في مدينة بن لي لرفع كفاءة المسعف الصحي والاختصاص الاجتماعي ومشرفي الساحات في المؤسسات التعليمية وتدريبهم على كيفية التعامل مع التلاميذ في ظل جائحة كورونا والاستعداد في حال عودة العملية التعليمية داخل المدينة كانت هذه الخطوة لتفعيل أقسام الصحة المدرسية لتوفير عيادات فلترة في كل مدرسة كيفية التعامل مع حالات الاجتباه في حال ظهور أي حالة بين الطلبة التبليغ أو التواصل مع فرق الاستجابة السريعة كل هذه الخطوات الاستباقية كانت حقيقة جيدة للمعلم والمستهدفين داخل هذه المؤسسات التعليمية قام بإلقاء المحاضرات نخبة من الأساتذة والأكاديميين والأطباء ممن لهم خبرة طويلة في مجال الأمراض والبيروسات وستستمر المحاضرات لمدة ثلاثة أيام متواصلة في عدد من المقار التي حددتها مراقبة التعليم بالتنسيق مع إدارة الخدمات الصحية بنوليد تمت اتخاذ هذا القرار بناء على مشاركة ما بين الخدمات الصحية والرعاية الصحية وتعليم بنوليد لإعطاء هذه المحاضرات داخل المؤسسات التعليمية وذلك لضفع من المستوى الثقافي الصحي والتعامل الصحي داخل المدارس من خلال مشرف الصحي والمشرف الاجتماعي والتقليم مع هذه الإصابات هذه الخطوة من أجل ضمان سلامة الأطفال داخل المدارس ضمن برامج التوعية والتثقيف الصحي داخل المدينة وفق الضوابط والشروط الصحية المتبعة من السلطات الصحية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض لم تحل الحملات التوعية ومراقبة الأجهزة المتعددة دون الارتفاع المتزايد في عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى بلدية الغريفة هنا في وسط بلدة الغريفة ينشط منتسب جمعية الهلال الأحمر وعناصر جهاز الحرس البلدي في توزيع الكمامات على المواطنين ومراقبة مدى الالتزام بالاحترازات لمجابهة تفشي جائحة الكورونا بعد حملات تثقيفية في وقت سابق لم تجني ثمارها في الحد من تفاقم أعداد المصابين بالفيروس على مستوى البلدية لكن عملية الإصابات وتزايدها طبعا لا نحمل هذا الانتشار على الفصل الشتاء ولكن السبب عدم الالتزام التام من العديد سواء من المواطنين أو من الجهات اليدارية على مستوى البلدية بالأخذ بكل الإجراءات الاحترازية التي يجب أن تتبع في مجابهة هذا الوباء عدم الالتزام السابق عزاه المواطنون إلى ارتفاع أسعار مواد التعقيم والكمامات وصعوبة التعامل مع تدابير الوقاية بصورة مستمرة أما بالنسبة للشارع نجل أن المواطن مرات ما لابسها ما نلقاش لابسها الكمامة الأمر قد للأسف أن مرات الشخص الواحد نلقاش عنده دينار بحيث أنه دينار ونصف أنه يشير الكمامة بدينار ونصف يوميا يوميا أنه بنلقاه يصرف دينار ونصف هو ما ألاقي حق مرات حتى الخبز لأولاده ما فيش التزام يعني والله ما فيش التزام الناس والله ينفعل تلتزم واللي يأخذ جراءاته لكن الناس يجي تأخر بروحة بروحة ما دميني أحيان الناس نحن ننخدوله يبدأ حتى بعيد شوية ننخدوله اللي يبيه نعطوه ومفي الليمونة ونبس كمامة يعني حتى المرض زاد شوية روح دولناها هو الجو اليوم عمص صخانة اليوم هو الجو بارد معنى اليوم انتشار صح هذا المرض كل واحد يشد يلزم روحة شوية يعني حتى يبيه يأخذ خضره والله حاجة نحن نأخذوله نأخذوله كان نرفع الحوشي أعداد المصابين بفيروس كورونا في بلدة الغريفة تتزايد يوما بعد يوم فيما تطلب اللجنة الفرعية من سكان البلدية عموما ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية قدر المستطاع خاصة في الأماكن المزدحمة لكبح جماح تمدد الوباء أكثر من ذلك إلى تونس حيث تعالي المستشفيات من ازدحامها بمرض فيروس كورونا المسجد بعد أن تمكنت الدولة من السيطرة على الوباء مطلع أمارس الماضي بفضل التدابير الاحترازية المشددة الأرقام بدأت في الارتفاع ونهز عدد الوفيات السبعة الاف وأكثر من مئتي ألف صابة وتقوم وزارة الصحة التونسية بالتبليغ عن وفاة ما بين خمسين ومئة شخص يوميا وامتلأت غرف العناية المركزة بالمرضى وخصصت وزارة الصحة منصة الإلكترونية لتوزيع الأسرة الشاغرة على 24 محافظة وارتفع عدد الأسرة من 96 إلى 350 سرير كما وظفت الوزارة 1300 شخص لتخفيف الضغط على الأطقوم الطبية في المغرب أعلنت القنصلية المغربية في مونتريال بكندا عن إغلاق أبوابها وستمرارها في تقديم خدماتها للناس عن بعد بسبب إصابة ظهرت مؤخرا على أحد موظفيها بفيروس كورونا القنصلية قالت في بيانها أن القرار يأتي في إطار الالتزام لإجراءات الاحترازية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وستغلق الأبواب إلى حين إغضاع جميع الموظفين للحجر الصحي والتعقيم ببنى القنصلية بالكامل سجل لبنان ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجد خلال الـ 24 ساعات الماضية مع ارتفاع في حالة الوفيات في أعلى حصيلة تسجيلها البلاد منذ فبراير الماضي وتستمر حالة الإغلاق التي تم فرضها منذ ارتفاع الحالات بشكل مرحوظ الشهر الماضي عقب الاحتفالات برأس السنة وعياد الميلاد التي شهدها لبنان وصفت شركة سترازينكا البريطانية السويدية نتائج المرحلة الثالثة من اختبارات اللقاح سبوتنيك بالمشجعة وضف نائب الرئيس التنفيذي لأبحاث وتطوير المستحضرات الصيدلانية في الشركة أن المعطيات المرتفعة للقاح تعتبر مشجعة لأن تكون فعالة وضف أيضا إلى أهمية تكاتف جهود الأبحاث التي تجريها سترازينكا باستخدام لقاح شركة سبوتنيك بمعن لتبين مدى قابلية استخدامها تبادليا وظهرت أن تتائج أن فعالية المصل الروسي بلغت نحو 91.6% بعد تحليل بيانات نحو 19 ألف متطوع ممن تزيد أعماره على 60 عاما كشفت الآلية الدولية لتوفير وتوزيع لقاح كوفاكس أنها خصصت 330 مليون جرعة لقاح للدول الأكثر فقرا وعلنت عن الدول الأولى التي ستتلقى لقاح ومنها كوريا الشمالية والجزائر والغزة والهند وموناكو نتابع التفاصيل تمثل الآلية الدولية كوفاكس والتي تم إنشاؤها من قبل منظمة الصحة العالمية لتسريع الوصول إلى اللقاح بشكل منصف إلى كل الدول أملا لتخطي أزمة انتشار الفيروس وتداعياته على دول العالم إذ شاركت فيه هذه الآلية 190 دولة حول العالم كوفاكس أعلنت عن تخصيص 330 مليون جرعة للقاح للدول الأكثر فقرا مؤكدة على العمل لضمان التوزيع العادل مبينة أنها تسعى لتوريدها وملايين الجرعات الأخرى خلال النصف الأول من هذا العام وقد أفصحت كوفاكس عن قائمة البلدان الأولى التي ستتلقى اللقاحات مشيرة إلى الكميات التي ستحصل عليها هذه الدول ومن بينها الهند بـ 97 مليون و200 ألف جرعة وباكستان ونيجيريا وأندونيسيا وبنغلاديش والبرازيل بجرعات متباينة من 17 مليون جرعة وحتى 10 ملايين جرعة وشملت القائمة أيضا دولا غنية منها كوريا الجنوبية وكندا وموناكو وستعمل كوفاكس على ضمان تلقيح 20% من الدول المشاركة في آلية التوزيع للقاحات بحلول نهاية 2021 ومن ضمن التفاصيل التي أعلنت عنها كوفاكس حاليا توزيع مليون و200 ألف جرعة من لقاح فيزر بيونتيك خلال الفصل الأول من السنة وسيتم استكمال هذه الدفعة بشرط إبرام اتفاقات إضافية بكميات أكبر من اللقاح المطور من قبل استرازينكيا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيودور أدهانوم جيبريسوس صرح لمجالة فورين بوليسي عن تخوفه من أن تقاوم الطفرات الجديدة اللقاح مشيرا إلى أن بعض اللقاحات أظهرت ضعف فعالياتها ضد المتغيرات التي تم رصدها لأول مرة في البرازيل وجنوب أفريقيا وأوضح تخوفه قائلا بالرغم من العدد المتزايد لخيارات اللقاح فهي لا تلبي قدرة التصنيع الحالية وأن عدم تطعيم لغالبية سكان العالم سيجعلهم غير محميين وسيؤدي إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة مفسرا ذلك بأن اللقاحات استندت إلى إصدار الفيروس الأول ولكن الفيروسات مثل البرامج تسعى لتطوير نفسها باستمرار تنظر صورة اليوم منظرا عاما لتطعيم الجماعي للعملين الطبيين الاندونسيين في ملعب يستورا سينيان الداخلي في جاكرتا وصلنا إلى ختام نشر التطورات كورونا حول العالم للمزيد تابعونا عبر الموقع الإلكتروني www.218.tv.net في القسم الخاص بفيروس كورونا وجديد الأخبار هناك في أمان الله اشتركوا في القسم